السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مرحبا للا انا واحد الولد عندي طالب جواز ايه واحد السيدة اسمها في نيدان ديالكم ايه من تاونات ايه حانان من تاونات ايه حانان من تاونات ايه مكفوفة ايه اه بغا اتكلم على الله من عندك ان شاء الله مرحبا للا مرحبا مرحبا للا شامع انا من تمارة من تمارة مرحبا بك للا يا ربي كريم بارك الله وفيك السيدي يا ربي الله يكمل الرجاء وخير من اه يخطب يخطب للولد وامه ايها للا انا نعم ايه مرحبا ان شاء الله تعالى وخا بارك الله وفيك السيد وخاءنا ناخد الرقم الهاتفي ديالك وكنس جنو وغلت توصل معك ان شاء الله بعد البرنامج انا اعطيك الرقم ديالك لا اه وخاء غد يخطم لعندك المتلقي المكلمات والمخرج استسامي هو يخطم عندك الرقم وان شاء الله نتوصل معك بعد البرنامج مريك عن معين اللقار من تونت لي احد شابة العمر ديالك قرب ثلاثين سنة يتيمت الام والاب مكفوفة والدها كان ميسور وترك لها مقر مستقيم ديالها و عنده شباركة ديالارض الفلاحية وهي سيدة طيبة للغاية حاورتها كثيرا ويبدو أنها متدينة حتى النخاع أنها كثيرة الصوم وكثيرة الصلاة وتبحث عن زوج يكون متدين هي ميسورة الحال خاصة زوجي يكون متدين حتى أخبرتني لو كان إنسان يصلي أو كان هو أصلا في الأوقاف أو كذا غير يكون أفضل فمرحبا للشامع أنا أسجد الرقم ديالك إن شاء الله تعالى بعد المرنامج سوف أتصل بك ونطق الرقم ديال الأخت حنان السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله وإحنا غاية هنا القوب نيتنا والشباب ديالنا كلهم زوجين على سنة الله ورسوله ونكونوا سعداء نحضروا معهم ونبركلوا مع الزواج وربقهم الدرية طيبة رغم أن المشكل اللي كيواجه هو المشكل ديالفقر قعدنا واحد اللائحة طويلة ديالبناتنا المكفوفات ولي عندهم إعاقة في مختلف المدن المغربية والمشكل كابلك يبقى دائما هو مشكل ديالجانب المادي كنذكر بواحد سيدة من إقليم الراشدية اسمها أرقية هات شابة أعطاها الله وحد صورة جميلة جدا وهي متخلقة ومتقفة وعند عقل نوراني ومباركة مسعودة وعمرها قريب 38 سنة المشكلة ديالها معنات لا مشكلة تبارك الله يعني زوجة كاملة مكمولة من حيث الصلاح من حيث التربية من حيث الصورة الجميلة من حيث العائلة مشكلة الوحيدة أنها ازدانت من بطن أمها بيد واحدة اليد اليمنى عندها ما عندهاش تخلقت هكذا وهذا السبب ما تزوجاتش رغم أنك تقوم بأشغال البيت وقد تقوم بجميع التصرفات أنا أخبرتها كان واحد لإمكانية حال في الضالب أو في الرباط كان مراكز ديال التجميل ممكن كياركبولك يد استناعية وهذا مباح التجميل إذا كان تغيير خلق الله محرم لكن كان واحد العيب ظاهر وأردنا أن نستره أو أن نجمله فلا بأس من ذلك فهو أمر مباح كما أفسى بذلك العلماء وكين مراكز الحمد لله اللي كدروا يد استناعية ومن بعد كيبال الإنسان كأنه عادي قد لك لا أنا بغيت كما خلقني ربي أن أظهر هكذا أن أظهر هكذا فقط لي أني أستحي أن أتكلم عبر الأثير وبغيتك تنوب عليها فهي الأخ دينا للا رقية من الراشدية نظرا للحياء اللي فيها وعائلتها عائلة مباركة وعائلة عند شوية الحشمة فرفضت أن تمر في الأثير وقتل ينوب عليها فهو النداء ديالها رقية كذلك ثمانية أو ثلاث سنة فقتل يد ديالها ما عندهاش أربي خلقها كذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فللا الشامة نتوسط معك إن شاء الله فيما بعد وضعتك الرقم ديال الابنية حنان وكذلك كنتذكر بسارة سارة من الصويرة سارة أيضا عند مشكلتها عند شلال فرجليها تولدت هكذا سارة عند الآن تقريبا 28 سنة وهي بنتها إلا طيبة ومتدينة وكثيرة الحياة كتكلم كلمة كتسكت من شدة حيائها وتبارك الله دارت واحد تصمع في ديها كتدر الخياطة وكتدر الترز وكتخرج لعجب العجب من ديها وهي أيضا ترغب في الزواج قتلية أنا ما عندش رغبة في الزواج عندها رغبة في الدرية بغيت يكون عند الشوليين والابنية الشارب الأمومة فبغت توجه نداء ديالة وحشمات وقتل يا عمي الله يجزك بخير لما نوب عليها فهي صارة أيضا من الصويرة وحتية خلقا وخلقا وتربية وعائلة وصنعها تبارك الله صنعها يقولك اثنان من الوالدين وتبقى صنعت للدين عندها وحد صنع ديال الخياطة وانفصال ديال البلد رائعة لكنها رجلتها هكذا خلق مولانا سبحانه وتعالى فهذه بناتنا كان حاولوا كل مرة ندوزوا واحد نداء اللي تزوجت فيهم واستقرت مع زوجها ودرت ولدتها كان فرحوا كاملين كأننا بنتنا زوجناها ونفرحوا معاها واللي ما كتبش الله تعالى اه ربنا امرنا بالصبر وامرنا بالاحتساب والتسليم الامر لصحب الامر حتى يأتي الفرج من عنده اياك ثم اياك ان تتخذ اجراءات او اساليب معوجة خلي فضله اربي سبحانه وتعالى ينظر ويتنزه في ملكه وناظر كفا تصنعون شكرا لك للا شامع من تمارع اشتركوا في القناة 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 تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله